نتكلم عن موضوع مهم في ناس كثيرة بتسألو في الكومنس واللايف والفلوغز كثيرا ما عملوه على السوشيال ميديا ازاي او اسهل او احسن طريقة اللي انت او هما يجوا هنا بريطانيا فيه طرق كتير على فكرة يعني مش طريقة واحدة اول طريقة اللي انت تيجي عن طريقة انت تيجي السياحة ده طريقة معروفة لأي حد انت تيجي هنا سياحة وتقود لك اسبوع اسبوع ونص وترجع تاني بس عشان تيجي السياحة هنا في بريطانيا اه الموضوع مش سهل خالص اي حد جاي السياحة لازم يكون قادر ماليا وآآ بس من جميع انواع اقول لك ايه الماديات يكون قادر اللي هو يجي ويعود هنا اسبوع او اسبوعين او يعني كان الموضة اللي جاي يقعد فيها لان بريطانيا مش رخيصة خالص سواء اه تقود في اوتيل او تأجر شقة او تأجر او ده للموضة اللي انت جاي فيها او حتى المواصدات او الاكل والكلام ده مش رخيصة خالص فعشان العملة كمان يعني الجين الاسترليني يعمل له دولوقتي عشرين واحد وعشرين جين مصر قردوا باب العملة بتاعة بلدك تاني نوع من انواع الفيزا اللي انت تتجي هنا من طريقة فيزة العمل مؤخرا لما بريطانيا طلعت من الاتحاد الاوروبي اه عملوا نظام جديد ان عملت فيديو عليه الفيديو هكون في الديسكريبشن اسمه نظام سبعين نقطة السبعين النقطة دول انت بتاخد الفيزا عن طريق لو انت اه وصلت سبعين نقطة في او الطلب لويزا بتاعتك هتتقابل وتيجي هنا من ضمنهم اللي انت يتعرض عليك شغل من شركة هنا الشركة دي مسجلة في في الشهر بص في بوركلة في الشهر العكاري هنا في بريطانيا اقول لها سجل سجل تجاري او سجل ضريبي وتكون عرضت عليك العقد بمرتة محدد بالمدة معينة والعقد ده يكون طبعا مبعوط لك ومختوم وفي قمدة وكل كل كلام اللي احنا عارفينه اه من ضمن السبعين نقطة كمان انت كنت بتتجلم انجليزي بشهادات يكون عندك شهادات خبرة اه ما يكونش عندك طبعا الحاجات اللي هي حاجات جنائية وكلام ده ثالث نوع من النوع الفيزا اللي انت ما كنت يجي هنا انا كلمت الموضوع ده مئة مرة بلكده بس حاولنا اقرره بطريقة اللي انت تيجي عن طريق اه جواز اللي انت تكون متجوز سواء انت او انت من جواز بريطاني او من جواز بريطانية يسميها سباوس فيزا او فيزا الضم زوج الفيزا دي اه من رأيي الشخصي احسن فيزا لان الفيزا دي انت بتبقى جاي لانت مش ممكن مش مفروض لانت تكون مسلا معك شهادة عليا او اه خريج جامعة معينة او لك اه خبرة في مجال معين او يعني كان عادي انت او شخص عادي بس اتجوزت من الشخص بريطاني الفيزا دي بتكفل لك حق الاقامة لمدة معينة بعد كده بتاخد الاقامة الدائمة بعد ده مدة معينة تقريبا خمس سنين بتاخد الجنسية الفيزا دي كمان بتضمن لك اللي انت بتشتغل اي شغلانة انت عايزها بعكس لما تكون انت جاي على عقد عمل وانت بس مفروض تشتغل الشغل ده ولو كسرت مسلا او لغيت عقد العمل ببينك وبين الشركة للاسف الفيزا بتاعتك بتتلغي على طول وبترجع لبلدك فيزة الزوج او الزوجة انت لو سبت الشغل عادي مو ولا يتقصر في حاجة لان انت لك الحق اللي انت بتشتغل وتعود وتقيم وتمارس الحياتك اللي عادية كاملة من غير اي معوقات الفيزا بقى اللي الناس او اكتر الناس بتسألني عليها اللي هي فيزة الطلبة او الدراسة فيزة الدراسة يا سيدي اول حاجة انت بتخش على اه شوف ان انت عايز تدرسي بالزبط ساقطب هندسة تمثيل الاخ الاخ بتخش على الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها او الجامعة انت اخترتها تخش على المواقع الرسمي بتاعها بترسلهم بتبعت لهم الاسمك والكلام ده والتفاصيلك والدرجات بتاعتك وايه وايه والكلام ده بيقالك اللي هم هيرد عليك بسيما بالموافقة او بالرافض اللي بيعزز موقفك في موضوع الدراسة اللي انت بتبقى قادر ماديا ان انت تتكفل بنفسك هنا لما تيجي تدرس في بريطانيا ليه بقى الدراسة هنا بتكفل لك انت حق الشغل كمان يعني ليك تشتغل عشرين ساعة في الاسبوع لو انت جاي عن طريق فيز الدراسة فالموضوع مش صعبه خالص انت تشتغل هنا وتدرس في نفس الوقت مس المشكلة الدراسة هنا غالية اه خصوصا للناس اللي جاية من خارج الاتحاد الاوروبي اللي هي اه الناس اللي جاية مسلا افراكيا اسيا اه ميدل ايست سواء انت جاي من الاتحاد الاوروبي خارج الاتحاد الاوروبي هتكون صعبة غالية شوية اكتر اه الطلبة هنا على الفجرة جاية من الصين الصينيين معهم فلوس كتير فبيقدروا يكفلوا بموضوع الدراسة ومصرف الدراسة بس دي الفيزة اه اكتر فيزة تسألت لي فانا بحاول انا ارد عليكم في اكتبر عدد او قل عدد اه من الدقيقة ويريت الفيديو دي اعجبك تشاهروا وتشوف انت عايزيني اتكلم عليها حاجة تاني ومشاء الله هكون في جديد انا قلت اللي انا بلاش اطلع النهاردة اعمل بلوغزو بره والشوارع والنظام والكلام ده فالنهاردة انا هنشتغل شوية كده في الجنينة انا وانتم مع بعضينا طبعا انا كنت ممكن اعمل موضوع ده بغير ما اصوروا الكلام ده بس انا قررت اللي انا اصور الفلوغ ده تمام وزا ما تشايفين دي الجنينة بتاعة البيت اه كل البيوت انجليزية كده فيها البيت والجنينة بره فانا جبت شوية اه حجرة زي ما تشايفين دي عشان احطها على طرف الجنينة وحوط الجنينة بالحجرة دي بيدي منظر كويس واندلش مبادل النهاردة عن ازاي تسعف البريطانيا بطريقة قانونية وانا بعمل اه مكان ده انا عملت مش انا جبت حد يعمل موضوع ده بره زي ما تشايفين هنا فانا عايز اعمله عندي جوه في الجنينة هنا فادعوي بقى لانا ازبطه بنفس الشكل زي بره كده هنا في الطرف وحوط الجنينة كله بالحجرة كده بص اول حاجة اعملها اخد الحجرة وارسها جنب الجنب الحيطة كده واشوف دي هيكون شكلها حلو ولا اي حد عنده خبرة علق ممكن لما اعمل المشور ده اغير تاني لو فاكرتك عجبتني برضا مش وصك من موضوع ده اجد عنا مش عارف ليه بحس ان انا برضو مش هاوصل مش حاس برضو ان انا مش هاوصل للآه النتيجة اللي انا عايزها بتاخد خمسة جنب بعضية واحد اتنين تتربة خمسة واخدها طبعا بجاء الحيطة والصور وحوط كل مكان زي ما قلت انا بحاول على قد الامكان اي شوف اي فكرة ان انا اصورها عن بريطانيا بس انا النهاردة ما عنديش يعني مزاج رأي الا انا اخرج بره وصور لكو فلوغز بره فقولت ان اعمل الفلوغ ده النهاردة عن ازاي اعمل اواروس الحجرة في الجنينة لان انا كنت اجرت حد عشان يجي يعمل اا اا يرسل الحجرة دي بره زي انزام اكترا او اا مكان اضافي اللي الواحد يركن العربية فيه عشان طبعا فيه تلعة عربيات فما فيش مكان انا كل مرة اجي انا المكان كله متاخد فاضطر لنا اركن بره في الشارع والعربية ليس جديدة فانا مش عايزة يعني تتباه دلو كده فانا ادفعت فلوز دي من جيبي عشان اعمل اا مكان زيادة اللي انا اركن العربية فيه فالنهاردة اا صحق الراجل اللي اخلص بره قال لي في عندك حجرة زيادة هنا فمش عارف انت عايزها ولا اخدها وتقول لي لا سيب انا ممكن افكر في اي حاجة جديدة اعملها هنا فانا جات لي الفكرة دي لان انا حاوض كل الجنينة من وراي كده بالحجرة دي يعني بتاع خمسة كرة جنب بعض يعملوا بتاع حوالي متر او مسلا نص متر فانشوف الموضوع ده هيكون شكل عمل ازاي النهاردة فا استنوا معي جدعان محدش يمشي دفلوغ صغير او حد يمشي او حد يمشي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة